ولكن يمكن النقطة الوحيدة اللي لمسناها وكانت يمكن يعني كانت واضحة تماما من التطبيق ودي يمكن وجدناها بالفعل على مدار الاسبوعين دول ان احنا وجدنا طبعا نتيجة لظروف وموعيد العمل وبالذات هنا انا بتكلم على العاملين في القطاع الخاص اللي بينتهي عملهم مثلا ممكن الساعة خمسة او الساعة ستة كان بيحصل تكالب شديد جدا على وسائل النقل الجماعي في اخر ساعة وده طبعا كان بيؤدي الى الضغوط الهائلة اللي حضراتكم يمكن لمستوها على كل وسائل ومرافق النقل الجماعي انا هنا مش بكلم على التابع للدولة ولكن ايضا حتى النقل الجماعي الخاص ويمكن عشان كده يعني تم التوافق على ان يكون موعد التطبيق الحظر يبقى هو الساعة السامنة مساء بدل من الساعة السابعة لا لشيء الا لفقط ان احنا ندي فترة اطول للمواطنين ان هما يرجعوا بيوتهم بدل ما يبقى هناك تكالب وضغط شديد على وسائل النقل الجماعي في فترة زمانية محدودة يبقى بالتالي لو ان احنا بنستمر في نفس مدة انتهاء الاعمال وانا هنا بتكلم لكل جهزة الدولة وايضا لقطاع الخاص فبدل ما كان في فترة زمانية فقط محدودة ساعة او اتنين على الاكثر كان كل الناس بترجع فيها لمنازلهم احنا هنا بندي ساعة اضافية علشان يبقى نقلل ونحد من التزاحم على وسائل النقل الجماعي وندي فرصة ان يبقى فيه اعداد اقل بيستخدموا الرحلة الوحدة في كل وسائل النقل الجماعي في خلال الاسبوعين القادمين انا بأكد ان هذا الاجراء برضو واخدينه في اطار تشددنا على تخفيض بقدر الامكان وتقليل الحركة والتزاحم على وسائل النقل الجماعي وعلشان نقل من تواجد التجمعات كبيرة من المواطنين في اي مكان وبالتالي كان هذه الخطوة علشان فعلا نحد بصورة كبيرة من التزاحمات اللي كانت بنشوفها على مدار اخر ساعة او اتنين من قبل تطبيق الحظر وده اللي كان بيحصل وانا بنفسي يمكن انا يعني كنت بتابع ويعني على الطرق بعد يعني تطبيق ساعات الحظر بتوقفها الاكمنة الخاصة بوزارة الداخلية والمواطنين بيقولوا معلش ملحقناش ان احنا نرجع لبيوتنا عملنا انتهى الساعة خمسة عملنا انتهى الساعة ستة ومع الزحمة اللي موجودة ما قدرناش ان احنا نلتزم بيه المعاد بالضبط فاحنا يمكن اعتقد مع الاضافة الساعة الاخرى دي عشان فعلا ما يبقاش عندنا اي اعذار ويمكن التجديد لوزارة الداخلية ان يتم التطبيق بصورة حازمة بصورة كاملة فعلا الساعة تمانية وما فيش اي اعذار للمواطنين للتأخير اكثر من ذلك مرة اخرى انا حابب ان انا ااكد على ان كل هذه الاجراءات اللي الدولة بتاخدها هدفها ويمكن ده دايما اللي حطينه نصب عيوننا واللي سيد الرئيس كان توجيهه لينا صحة المواطن المصري وحياة المواطن المصري مهمة جدا لينا ودي اللي يمكن عشان كده بناخد كل هذه الاجراءات اللي احنا عارفين انها اجراءات صعبة علينا كلنا كمواطنين ولكن احنا وشايفينها ان احنا هذه الاجراءات هي اللي ممكن تخلي مصر باذن الله تعبر هذا المنعطف الكبير جدا اللي يمكن اعتقد التاريخ البشرية كله حيبقى بيتوقف على هذه المرحلة على ان هذا الوباء كان وباء عالمي كبير جدا وازاي ان كان ليه تدعيات كثيرة جدا 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 على كل مناحي العالم في كل الاوجه سواء اقتصاد او سياسة او اجتماع او صحة اكيد بالتأكيد موسيقى شكرا